اشتركوا في القناة ففي الإحصاء الطبي نستخدم جوانب المختلفة لاستقصاء صحة المجتمع والمشكلات الطبية الحيوية واستعراض طرائق جمع وتسجيل المعلومات حول الحقول الطبية وطرق تلخيص البيانات وطرق تمييز الاختبارات الإحصائية عدد الفصول 12 فصل أول أربع فصول نظرية وآخر ثلاثة فصول كمان الفصول 56789 هنين فصول عملية تحتاج لفهم وحفظ ولوقت أكتر درجة الصعوبة المادة بسيطة ومعدل الفصول 678 بيحتاجوا لدراسة وجهد أكتر لكثرة القوانين فيهم هن للأساس تقريبا يعني لازم نفهمون وندرسون خلال الفصل وهذا الشي فرينا رح يساعدكم فيه فلا تخافوا الفصل الأول مقدمة في الإحصاء والإحصاء الطبي والحيوي رح نميز نوعين من الإحصاء وصفي واستنتاجي ورح نحكي عن وظائف الإحصاء الفصل الثاني أنواع المتغيرات وسلالم القياس متغير منفصل أو مستمر أي نوع المتغير العشوائي X اللي رح ندرسه ونحكي عنه بالتفصيل السلالم أي المقاييس اللي بتحدد طريق التلخيص البيانات اللي درسناها إما أسمي أو رتبي أو فتراوي أو نسبي الفصل الثالث ترائق جمع المعطيات رح ندرس مصادر المعلومات وكيفية أو طرق الحصول عليها كاستخدام الهاتف والإنترنت والتجربة وغيرها الفصل الرابع وسائل تلخيص المعطيات وعرضة بعد تحديد مجتمع الدراسة والعينة وقياس قيام المتغير رح ندرس أهم الطرق والوسائل لتنظيم وعرض البيانات مثل الجداول التكرارية مدرجات أو مضلعات أو منحنيات تكرارية مخطط ساق وأوراق مخطط الصندوق الدائرة وأخيرا الانتشار والتبعثر الفصل الخامس الجمهرة والعينة بيتألف الفصل من قسمين نظري وعملي القسم النظري هو عبارة عن طرق دراسة المجتمع ككل بالحصر الشامل وبعدها رح ندرس الخطوات اللازمة لأخذ عينة صغيرة من المجتمع وبعدها رح ندرس أنواع العينات المختارة إما عشوائية أو غير عشوائية وتانتهم لون عدة أنواع القسم العملي تقدير وسطة أو معالم المجتمع في العينات العشوائية يعني تقدير المتوسط المجموع النسبة الفصل السادس التوزيعات الاحتمالية ذات الصلة تبدأ دراسة الفصل من الصفحة 99 وما قبل للإطلاع فقط رح ندرس فيه تصنيف المتغيرات العشوائية إما مستمرة أو منفصلة ورح ندرس توزيعات هالمتغيرات عن طريق دراسة الوسطة وقوانين التوقع والتباين يعتبر من أضخم فصول الكتاب وبيحتاج لدراسة مركزة وتنظيم جداول مقارنة بين التوزيعات خلال الدراسة ولازم نحل جميع المسائل ونحفظ القوانين بشكل جيد بالإضافة لحفظ الرموز ومعرفة إيمت لازم نستخدم كل توزيع الفصل السابع الاستدلال الإحصائي واختبار الفرضيات رح ندرس ببدايته تعريف إحصاء أي القيمة الإحصائية وبعدها سنستكمل بعض التوزيعات اللي سبق وتحدثنا عنها في الفصل السادس مثل توزيع ستودنت وكايتر بيع وخصاص اللي رح يكونوا أساس مهم جداً لبقية الفصل وبعدها رح ننتقل لنوعي التخدير النقاطي والمجالي بيتمحور الفصل بشكل أساسي حول تعيين مجالات الثقالي وسطاء المجتمع اعتماداً على قيم مأخوذة من العينة مثل حصر قيمة المتوسط أو التباين أو نسبة النجاح ختاماً رح ندرس تعريف اختبار الفرضيات وأهمية الكبيرة في علم الإحصاء لنتعلم تطبيقة على المتوسط أو التباين ضمن المجتمع الفصل الثامن مقارنة المتوسطات والنسب نفس الفصل السابع بسعى فريز يعني باختصار فهم الفصل السابع ضروري جداً لدراسة هالفصل وبعدها رح يمره هالفصل بدون أي صعوبة تذكر بهالفصل رح تكون الدراسة بين المجتمعين بدل مجتمع واحد يعني مثلاً دراسة الفرق بين مجتمعين إحصائيين أو الفرق بين نسبتين نجاح لمجتمعين لهيك ضروري جداً التمكن من أفكار الفصل السابع قبل البدء بهالفصل بعد دراسة مجالات الثقة رح نختم الفصل باختبار الفرضيات حول تساوي نسبتين أو متوسطين بشكل متشابه للي اشتغلنا بالفصل السابق أجمل وأسهل الفصول العملية بيتحدث عن العلاقة بين متغيرين عشوائيين وكيف بيأثر كل واحد على الثاني رح نبدأ أول الشي بتذكرة لمخطط الاندشار اللي مر معنا بالفصل الرابع بعدها رح نستعرض أشكال الانتشار والارتباط الخطي ومدى قوة العلاقة بين المتغيرين رح نبدأ بذكر معامل الارتباط الخطي بيرسن ومدى أهميته وكيفية استخدامه وتطبيقه عملياً انتقالاً لمعامل سبيرمن لارتباط الرتب ومعاملي الاقتران والتوافق بحيث خصصنا فيديو مستقل لك المعامل وكمان آخر معامل اللي هو الانحدار ختام الفصل رح يكون عن اختبار الفرضيات ضمن فقرة متعلقة بمعامل الانحدار الفصل العاشر مصادر جمع البيانات رح نبدأ الحديث عن مصادر بيانات الأحصاء الطبي انتقالاً لمرحلة تجميع البيانات وطراقة الفصل الحادي عشر علوم السكان والصحة هالفصل بيحتاج لدقة كبيرة بالحفظ نظراً لكثرة التعارف فيه اللي رح تكون متشابهة جداً رح نبدأ بتعريف علم السكان وعلاقته بالصحة وبعدها رح نستعرض المصادر المتنوعة للبيانات السكانية ورح ندرس التصنيفات المختلفة للسكان الاجتماعي والنوعي العمري وبعدها رح ندرس التغير السكاني وعلاقته بالصحة لنختتم الفصل بتعارف هام جداً لمقاييس السكان مثل معدل الخصوبة أو الوفيات والهجرة الفصل الثاني عشر السجلات الطبية رح نتعرف فيه على أهمية السجلات الطبية واستعراض مكوناتها واستخداماتها وبعدها رح ندخل بتفاصيل محتويات السجل الطبي وأقسامه ضمن المشافي وبعدها رح ندرس إجراءات تخريج المريض لنختتم الفصل بفقرة سريعة عن التصنيف الدولي للأمراض